جوائز الهندية تافهة وجوائز غبية ومجرد استعراضات فقط لا غير فيلم فير اوارد ممكن يشفع للتاريخ القديم انه هو يعتبر من اعرق الجوائز الموجودة في السينما الهندية من فترة بعيدة جدا من زمان كانت في بداياتها معروفة الجوائز تقدم بشكل معروف ان الجائزة لمن يستحقها ممكن تكون هناك شيئا مفاضلات لا لا ارادية تسير ودخلت بعض الشركات في السبعينات مثل ما تفضل الفنان المبدع راشد كابور وقال انا اشتريت جائزة في سنة 73 عن طريق ابوي راشد كابور للهجازة فيلم بوبي دفع خمسين الف ربية ذيك الايام تعتبر مثل الخمسمائة الف ربية حاليا في الوقت الراهن ممكن قريبا لذلك فدفعها واشترى الجائزة مع ان ذيك السنة كان فيه ناس يستحقون اكثر راشد كابور سواء كان متبجن فيلم زنجير او كان ممكن يكون ديليو كمار ممكن كذا المثلين كان يستحقونها في هذهك السنة لكن اخذها راشد كابور كوجه جديد وافضل مثل عن فيلم بوبي على اموم نتكلم عن الجوائز ليش هي تافهة ليش هي انا اعتبرها غبية من بعد طبعا من بعد فترة الثمانينات او عن دخول النهاية التسعينات الجوائز صارت فيها يعني اكراميات حق الممثلين على فكرة جائزة فيلم فير ووارد لازم يكون في علمكم هي الجائزة اللي ممكن الممثل او الممثل او الفنانة او المخرج او المنتج او اي حد يرفع سعره في السوق يروج باسمه عن طريق هذه الجائزة اللي هي فيلم فير بشكل عام فيلم فير يعني بشكل خاص سوري فيلم فير مش الجواز الثاني سواء كانت ايفا ولا سكرين ولا كانت ستار واردز ولا وغيره فيلم فير وارد هي الجائزة الاوحد والاقوى اللي موجودة فيه الهند اللي ترفع ثقف الاسعار اعطيكم مثال في سنة الف وتسعمائة واربعة تسعين كانوا المرشحين اللي جالست افضل افضل مثل اني الكابور عن فيلم ناتي فورتوتو اولف ستوري اامر خان عن فيلم انداز ابنى ابنى انا اذكرها الاثنين اللي اخذها مش ولا واحد منهم اللي اخذها نانا باتكر عن فيلم كران تيفير محد كان متوقع ان نانا باتكر رح ياخذ الجائزة وبالفعل نانا باتكر يستحقها انا ذاك كدور قوي جدا كان في هذا الفيلم هذا الفيلم رح رفع سعر نانا باتكر في السوق فصار ملطلوب بشكل اكبر والاجرة اللي كان ياخذها على الفيلم الواحد ارتفعت بالضعف فما بالك الحين شو بيسون اي شي يعني اي مثل ياخذ جائزة ولا اي مخرج ياخذ جائزة او اي مطرب ياخذ جائزة او مطربة ياخذ جائزة او مسيقار ياخذ جائزة شو يصير من بعدها يصير انه يرتفع اسمه في السوق ويروج اسمه في السوق ويحصل على اسعار جيدة فهذا اللي قاعد يحصل مع هذه المهرجان طبعا لذلك تشوفهم كلهم موجودين في فيلم فيري وارد رامبير كابور هل حضر في سكرين ما حضر في مثل وادي ما حضره فهني الكل يحضر الكل يحضر خاصة الكل اللي يعرف انه طبعا بيحصل له شي ترضيه ويحاجه الحين ليش اعتبرت هتافه لانه في اقسام دخيلة موجودة في هذه المسابقة في فترة اردي برمن يمتوفى الموسيقار العظيم طبعا الموسيقار الجيد جدا صراحة في السنم الهندية سوى جائزة اسمها اردي برمن جائزة خاصة لموسيقار اوكي انت يم تعطي هذه الجائزة الخاصة للموسيقى باسم اردي برمن لأي موسيقار كان او لأي مطرب كان اوكي وما رح تعطيه جائزة افضل مطرب فانت هني قاعد تسوي شو ترضيه حق هذا الموسيقار او هذا المطرب فتقول يا اخي تعالي اخي شو هالجائزة هالغريبة يعني اعتبرها غبية صراحة انت قاعد تسوي جائزة خاصة على اسم موسيقار كبير جدا وعطيتها حق مثلا المطرب قدت نارين في فترة من فترات في تسعينات وجائزة افضل مطرب اخذها كومار شانو فكيف صارت هالجائزتين شو السالفة لا نحن هنا نسوين جائزة خاصة على اساس ان هذا اسم واحد معروف توفى ليش ما اعطيت ودت ناري مرة ثانية لا لا اساس ان بينهم بين بعض يقلون لا تعرف انت يا اخي الثيناتهم كانوا جيدين ما عارف ان اختار مين فنرضي للثين هذا نعتبرها تفاهة كانت موجودة في الفيلم فير او بدت مع الفيلم فير واكتملت مع موضوع افضل لغطة جائزة افضل لغطة هاي اول مرة اسمع عنها صارت واللغط اعتقد بعدين جائزة افضل وجه في السوشال ميديا وموجودة وانتشرة الحين في الوقت الحالي وجائزة النقاط اللي دخلت في فترة نهاية التسعينات في سنة الفين واثمين جائزة افضل ممثل مين اخذها اعتقد اخذها اعتقد شاروخ خان على ما اعتقد اعلموا اخذها عن طبعا الفين واثنين هاي المسابقة الجوائز كانت حق الفين وواحد الفين وواحد كان فيه فيلام كثيرة نازلة فيلام جيدة جدا وتمثيل كان قوي جدا سوان كان الكابور في فيلم نايك سوان كان شاروخ خان فيلم كبيخش كبيغم متبتن في فيلم شو اسمه اكس تتذكرون اكس هذا مع مونوش باتش باي مين بعد كان عندنا سنة ديول فيلم قدر هذا اللي كانوا مرشحين يعني فيه كانت جائزة طلعت جائزة النقاط قبلها بسنة او سنتين ووقت جائزة النقاط انا اذكر لحتى اليوم هذا اميتة بچن الاسطورة ماذا قال اول ما اعلنوا جائزة جائزة النقاط قام اميتة بچن مكانه ويعرف انه رح يستلمها ورح يستلمها استلم عن طريق فيلم اكس اول ما استلم الجائزة قاعد يشوف الجائزة ويقول خلاص مادام انا خذي جائزة نقاط يعني معاناتها ما بحصل الجائزة الرئيسية هذه الكلمة كانت قوية جدا وانا متأكد ذيك الايام الناس اللي كانت الناس اللي يالسة هناك كانوا يعني تحسسوا منها ما تكلموا ناس وايدين عن عن هالموضوع بس انا كنت اتابع الجوائز اول باول وكنت مهتم لهالموضوع طبعا فيمكان هذه الكلمة متبتجن ان هذه الجائزة انا اخذتها الحين بجائزة النقاط فمدام اخذتها يعني خلاص يعني ما في جائزة جائزة هذه اللي هي الاخر جائزة تنعطها اللي هي الرئيسية اللي اخذها اليوم رمبير كابور فهذا شو معناته معناته انت قاعد تعطي جائزة حك فنان للطردية او تعطي جائزة حك فنان انت مقتنع فيه او تعطي بالعكس واحد ما مقتنع فيه واحد مقتنع فيه ما تعرف فهذه يسمونا سبهللة وكوكتيل على اساس ان الكل يطلع فرحان والكل يطلع مستانس انا ما اعتبرها جوائز فنية اكاديمية تقدم بشكل امين وتقدم بشكل صحيح للناس اللي يشتغلون في هذا المجال هذا الشيء ما نشوف الا في الاوسكار واي كان موضوعنا مع الاوسكار تجادلنا او تناقشنا وقلنا هذا غلط ليش عطيتوا هذا ليش ما عطيتوا هذا بس في نهاية الامر هم يعطون جوائز صحيحة من غير اي تخليط وامور ما لها اي داعي الحين راح نتكلم عن فيلم فير اوارد بشكل تفصيلي الجوائز اللي اخذوها اليوم جائزة افضل مثل افضل مثل اخذها رمبير كابور جائزة افضل مثل اللي اخذها رمبير كابور انا بالنسبة لي هو يستحقها بجدارة رمبير كابور قدم افضل اداء لهذه السنة الماضية 2018 عن فيلم سنجو الجائزة هذه اللي قدمت لرمبير كابور مفروض تقدم ايضا كجائزة نقاد انا ما رد اتكلم فيه مفروض ما مفروض انا اتكلم عن جائزة واحدة فقط اللي هي جائزة رئيسية هي جائزة اخذها رمبير كابور اما جائزة نقاد اللي هم زرعوها في فيلم فير اوارد هي مجرد جائزة للطردية عساس ان يقدروا اكثر من شخصية هذه الجائزة فانا اعتبرها جائزة باطلة اللي هي جائزة النقاد مفروض يكون فيه مسابقة خاصة للنقاد تقدم عن طريق النقاد عن طريق الصحفيين اللي يسوونها في امريكا ويسوونها في اوروبا تنعطى حق الفنانين وتعطى الفنانات والناس اللي اجتهدوا في مجال الفن السابع رمبير كابور اخذ جائزة افضل افضل مثل رئيسي وافضل جائزة رئيسية اللي هي جائزة افضل فنان واستحقها بجدار وانا اعتقد تكلمت عن موضوع هذا في التقارير خاصة عن فيلم سنجو القراءة مالتي وقلت انا اجزم ان رمبير كابور ياخذها وبالفعل اخذها وهي الجائزة الرئيسية الموجودة فيها الهند واخذها يستحقها لانها بتكون فضيحة اذا ما اخذها لان الناس راح تتكلم بتقول يا اخي مفهوم واضح على الملأ يعني فنيا ان رمبير هو اللي يقدم افضل اداة هذه السنة جائزة افضل ممثلة مساعدة اخذتها سوريخي عن فيلم بدايه هالمثلة الجدة انا من زمان شفت الفيلم واشوفها تستحقها مهما من ما كان معاها هي تستحق الجائزة لان هي قدمت افضل اداة هذه السنة واخذتها بجدارة صراحة جائزة افضل فيلم نقاد اخذها فيلم اندادون انا هنا عندي وقفة شوي مع هذا الفيلم فيلم اندادون انا اعتبره من افلام الجميلة صراحة من افلام الجيدة ومن افلام المشوقة اللي نزلت في 2018 وانا في مرتبر ثلاثة اعتبر فيلم اندادون فيلم جميل جدا ممكن تكون في هناك شوية مثل ما تقولون مفاضلات يعني انا انا بكلمتي هي صحيحة في كذا واحد يقول شيء يقول واحد يقول لي مثلا تنبار واحد ممكن يقول لي سنجو واحد ممكن يقول لي رازي واحد ممكن يقول لي اندهدون بس انا انا شوف تنبار صراحة تنبار هو عمل متكامل فنيا من ناحية القصة من ناحية الاداة من ناحية الموسيقى التصويري من ناحية التصوير ومن ناحية الاجتهاد لكي تظهر امام الناس فيلم مختلف ومغاير للعالم فيلم تنبار هو تنباد كان يستحق جائزة افضل فيلم نقاد الحن هي موضوع نقاد ما موضوع حن انا مشكلتي ما بعاجبني موضوع جائزة النقاد بس انا اقول لو كان فيه جائزة برع للنقاد وهي جائزة شاملة كاملة سواء كانت نقاد او كانت افضل فيلم هذه السنة رئيسية يستحقها طبعا فيلم تنبار في النظري الخاص لكن مدام اخذها اندهدون وما اخذها مثلا ستري او ملك كنت راح اضايق صراحة لو اخذها ستري ولا ملك مثل ما سوها سكرين اوارد ولا ما ادري وين فعلى الأقل تنب اندهدون افضل نوعا ما من الافلام هذيك آليا بد اخذت جائزة افضل مثلة الرئيسي طبعا والجائزة الرئيسية هي اللي قلت لكم عليه هي الاهم واخذتها بجدارة سواء في ظل وجود راني مكرجي في ظل وجود نينة قبتة في ظل وجود تبو في ظل وجود ديبيكا بادوكون اللي يعتبرها حلقة الاضعف في الاختيارات ومفروض ما يختارون يختارون في الاجدر عنها لان صراحة دورها كان ما عاجبني ابدا في فيلم بادمافت آليا بد اخذت الجائزة بكل استحقاق بكل جدارة في عام 2018 اداء مقنع جدا اللي يقول عليها هذا مش اوفر اكتن هي تأدي دور بنت عمرها عشرين سنة اتخيلوا بنت عمرها عشرين سنة تدخل في باكستان كجاسوسة في بيت عائلة ومتزوجة من شخص باكستاني عسكري كيف راح يكون اداءها كيف راح يكون تفاعلها وكيف راح يكون ردة فعلها مع نفسها يمكن تتكلم مع نفسها ياما بنات تتكلمون مع نفسهم في هذا العمر ياما مراهقين رجال تتكلمون مع نفسهم في هذا العمر فهذه الامور جدا طبيعية ادتها اليابت بحرفنا واعتبر من الادوار القوية جدا اللي نزلت في سنة 2018 فيكي كوشال عن فيلم سنجو دور مساعد يستحقها وبجدارة ومعا ايضا انا كنت اشوف بريش راهول صراحة بريش راهول كان قوي جدا في نفس الفيلم سنجو لكن مادم عطوا بيكي كوشال انا ما راح اجادل لان الاثنين شوية بينهم فرق بسيط واستحقها صراحة بيكي كوشال عن هذا الفيلم يام راح وعطوا قجراجراو بنفس الجائزة جائزة مناصفة هنا زعلت صراحة قجراجراو فنان جاي جدا وعلى فكرة قجراجراو لو نتكلمنا نحن بموضوع الاكاديمية بموضوع الفنيات يستحق قجراجراو انه يدخل في قسم جائزة افضل ممثل رئيسي وليس في افضل ممثل مساعد لانه دوره كان دور ممثل رئيسي على فكرة الفيلم بداهيو وليس ايشمان كورانا ايشمان كورانا لو تكلمنا باللغة الهولودية باللغة الامريكية للسينما يطلع ايشمان كورانا في هذا الفيلم مساعد بطل والبطل الرئيسي هو قجراجراو قجراجراو اللي عطوه جائزة مثل مساعد مناصفة مع بيكي كوشال انا اعتبرها جائزة باطلة جائزة اي كلام جائزة ترضية واحد ادى حلو لازم نعطي شيء فهذه هي الجائزة كانت نعطط بهذه الطريقة ولهو اداء جيد لكن ليس باقوى عن بيكي كوشال والجائزة مفروض توعطها لشخص واحد على اساس ان تكون جائزة لها احترامها لها قوتها او لها كيانها طبعا رنفيرسنغ قدم اداء جميل جدا في سنة 2000 و18 عن طريق فيلم بادموفت في جائزة كانت تنعطها في مسابقة فيلم فير يسمونها جائزة اللي هي جائزة المجرم وفي جائزة ثانية كانت تنعطها الكوميديان ما عرف هالجائزتين هل بعدهم يعطونها ما يعطونها ما عرف انا ما تابعت المسابقة اه كان يعني لو كان فيه كان بيحصل جائزة افضل مجرم لكن عطوه جائزة افضل ممثل من قبل النقاد هذه الجائزة اللي اتكلمت عنها يوم امي تبتش ان اخذها في 2001 قال خلاص انا مدام خذيتها الظهر ما بيعطوني الجائزة الرئيسية فنفس الشي هو اخذها فما رح ياخذ جائزة رئيسية رح ياخذها طبعا رمبير كابور هذا شي طبيعي ومعروف ولكن هي جائزة نقاد دخيلة على فيلم فير وليست هي الجائزة الرئيسية وليست هي الجائزة المعروفة الجائزة دائما كيف تنحسب من سنة مثل الاربعين يمكن ياخذها ديليب كومار الى سنة 2018 بيقولون 2018 اخذها رمبير كابور وفي سنة اربعين اخذها ديليب كومار ومادري في سنة مدرسة ستين اخذها راش كابور ولا مادري في سنة سبع سمع اخذها سنجيف كومار امي تبجين اخذها مادري في اي سنة كده تنقال هذه الجائزة الرئيسية تنحسب بهذه الطريقة فهذه الجائزة انا اعتبرها جائزة دخيلة فقط وتمنيت انها ما تكون موجودة في فيلم فير كأفضل ممثل لهذا العام من بعده أنا أشوف نوازي دين صديقي ومن بعده اللي هو رمبيرسنج أيضا نفس الجائزة أن أعطت حق أيشومان كورانا بالمناصفة وعلى فيلم أندادون وإن أيشومان كورانا قدم أداة جيد أنا أعتبر في المرتبة الرابعة كأفضل أداة لسنة 2018 لكن الجائزة بالإنصاف وهذا أنا أعتبرها جوائز ما لها أي قيمة أبدا لا قيمة فنية ولا حتى قيمة معنوية للمثل على الفكرة المثل يمياخذها يشوف واحد جنبه ما أخذ جائزة نفس الجائزة داخلية يقول شو هي الجائزة هذه وشو نحن داشين داشين أي صف نحن صف الأول تداء يعني مثلا عشان يرضون الطلاب كلهم أنت في نفس الصف لازم ترضيني وأنا أرضيك وهذه الجائزة أنا أعتبرها باطلة نينة قبت أفضل مثلة رئيسية اختيار النقاد يعني لحتى لا أنا أقول أفضل مثلة هي آليا بهات نينة قبت تدخل من ضمن أفضل مثلات لهذه السنة لكن ليست أفضل عن آليا بهات وهذه جائزة النقاد مثل ما تفضلت وقلت لكم أنا شو عنها أنتم تقدرون تسمعوني مرة ثانية ملك أخذ جائزة أفضل قصة وأنا أشوفها ما يستحق هذا الفيلم جائزة أفضل قصة أبدا أبدا القصة جدا عادية القصة جدا بسيطة والقصة ممكن تقراها في صفحة في جريدة موجودة السيناريو اللي نعمل له بعد ما شفناه كان جدا عادي وشفناه في أفلام كثيرة وليست بيذيك القوة المعروفة أنا شوف في نظري تومبار وكذلك أندهدون أفضل كتابة وأفضل سيناريو لعام 2018 جازت أفضل وجه جديد ذكر أخذها إيشان خطار إيشان خطار يستحقها بكل جدارة ما في مثلين وجوه جديدة كانوا يستحقون صراحة في 2018 أو منافسين لهذا الوجه وجه إيشان خطار كان قوي جدا وأداء قوي جدا وعجبني أنهم أعطوا الجائزة عن فيلم ما وراء الغيوم Beyond the Clouds اللي هو المخرج الإيراني مجيد المجيدي يستحق هذا الفيلم كل الثانية والتقدير والحلو أنهم أعطوه جائزة أفضل وجه عن طريق هذا الفيلم وليس عن طريق فيلم دارك أفضل ممثلة وجه جديد أعطوه حق سارة علي خان سارة علي خان عن طريق فيلم كيدرنات هي أفضل عن جانفي نوع ما أنا أشوف هذا الشيء لكن الجائزة لا تستحقها سارة علي خان في رأي شخصي ما عنها هي مثلة جيدة الأفضل عنها كانت راديكا مدن في فيلم باتاخة وهي راديكا مدن على فكرة مفروض تدخل أيضا في ضمن لائحة الترشيحات كأفضل ممثلة رئيسية فما بالك كوجه جديد تستحقها بكل جدارة راديكا مدن أفضل ألبوم موسيقي أنا أشوفه ما يستحق فيلم أفضل ألبوم موسيقي الموسيقى الموجودة موسيقى سامعينها وائد أكثر الأغاني اللي تسمعها والموسيقى اللي تسمعها ممكن تسمعها في أماكن تراثية ما فيها أي شي جديد ما فيها أبدا أي شي جديد اللهم فلكلورات كلها فلكلور وبعض الأغاني رومانسية فلذلك أنا ما أعتبر وأغنية حلوة هي أغنية طبعا رامفيرسينغ اللي هي خليبة لي بس يعني هي حق الضجة وين الموسيقى اللي فيها كيف أقولكم فيها لحن جميل فيها استماعي متسمعها تحس أن فيها أكثر من أكثر من آلة موسيقية اشتغلت في نفس الوقت بذكاء وباختلاق قوي جدا من الأوركسترا الكورس اللي يغنون وراء هذا أنا ما شفتها إلا في فيلم من مرزيان موسيقى قوية جدا وصعبة جدا جدا إن واحد يشتغل عليها وكانت قوية وانظلمت بشكل كبير صراحة في هذه المسابقة وكذلك من بعدها يجي أندهدون أندهدون أكثر الموسيقى الموجودة فيها موسيقى ابتكارية خاصة في البيانو البيانو من ألذ الألحان اللي أنا سمعتها صراحة في 2018 فإن ظلم صراحة أيضا أندهدون لكن من مرزيان هو الأفضل بس عطوه بادمافت ما يستحقها أفضل أغنية أي وتن من رازي يستحقها هذه الغنية تستحق الكلمات قوية جدا ورايعة جدا أفضل مطرب ذكر أرجيت سينغ عن أغنية أي وتن وأيضا أنا شوف يستحقها من فيلم رازي أرجيت سينغ أما أفضل مطربة شيريا قوشال عن أغنية جومر اللي هي الغنية الفلكلورية المعروفة اللي نغنوها في فيلم بادمافت أنا ما أعتبر هذه الأغنية تستحق جائزة أو هي كمطربة تستحق جائزة أفضل مطربة هذا العام اللي تستحقها هريش ديب كور عن أغنية هذه الأغنية فيها اختلاطات كبيرة جدا من الأحاسيس والمشاعر البنت يمتترك أبوها وطريقة الغناء أن هي رايحة تترك أبوها رايحة بيت جديد وفي نفس الوقت البيت الجديد رايحة فيه راح تتجسس فيه للوطن ومادري كيف الاختلاطات هاي كلها موجودة في صوت هريش كور بشكل جميل جدا ونعتبر أغنية جميلة صراحة انظلمت في هذه المسابقة أفضل تصوير أخذت تومبار يستحقها بجدار ويمكن حتى خمس سنين قدام أنا ما راح أشوف تصوير مثل فيلم فيلم تومبار أفضل أكشن موكباز هي المفاجأة بالنسبة لي أنا أنا حتى هذا الفيلم راح نبالي يعني أعتبر من الأفلام الجيدة وراح نبالي أنه ممكن يدخل في دائرة الأفلام اللي تنقل عليها أفلام أكشن وأخذ جايزة الأكشن فهني شوية كانت أعتبر حركة ذكية من الفيلم فير عسل أن يكون شو مختلفين عن المصابقات الأخرى اللي يعطوه فيلم باغي ولا يعطوه معرفة أي فيلم ثاني لكن موكباز أي نعم يستحقها اللي ما شاف هذا الفيلم يشوفه وأنا يشوفه من الفيلم الجيدة أفضل مخرج جديد أمر كوشك عن استري يستحقها الحمد لله أنا أعطوه كأفضل مخرج جديد وليس كأفضل مخرج رئيسي مخرج جديد أوكي مشيها أفضل مؤثرات بصرية اللي هي Special Effects و VFX كانت حق فيلم زيرو أنا هذا الفيلم أي نعم ما عجبني بس كل ما أشوف أغنية أغنية شاروخ خان مع سلمان خان أحب أرجع أشوف خلف الكواليس كيف سووها لأنني أشوف طول سلمان خان وأشوف طول شاروخ خان وأشوف الأرضية اللي هم يعني عملوها أنه يكون شاروخ خان ناصر على الأرض على أساس أنه يبين بس لحد هنا و كيف ركبوها في Special Effects والمونتاج قوية و مع الظل ومع الحركات فالشغل صراحة كان عنيف صراحة من ناحية Special Effects ولذلك أنا أشوفها مؤثرات بصرية قوية جدا فيلم زيرو يستحقها تمبار أفضل ديكور يستحقها بجدارة لأنه عملو شغل خرافي شغل أخذ منهم ست سنين فيها تقريبا سنة سنتين أنهم قاعد يصممون ديكورات مناسبة لهذه الحقبة الزمنية شغل مو بسيط صراحة ويستحقها تمبار تمبار أيضا أخذ جهازة أفضل صوت يستحقها الصوت قوي جدا الصوت الرعب وصوت اللي يطلع لك فجأة المكسيك ما لك كان جيد منتو أفضل أزياء طبعا الأزياء مو الشرط بس اللبس النظارات المجوهرات الملابس الأشكال المثلين كيف كانوا شو كانوا يلبسون شو ما يسوون هالأشياء استحسستني أننا يالسين في واقع صحيح قديم الأربعينات والخمسينات بشكل جيد جدا فتخيل أنهم يحاولون يدمجون هالأشياء ما بين الهند والباكستان على ذيك الفترة فأنا حتى أتكلم في قراءتي لهذا الموضوع أن من أشياء التي تندمج لها أنك تعيش الفترة هذه مع هذا الفيلم بواقعيتها الحقيقية أندهدون أفضل منتاج يستحقها المنتاج هنا صعب جدا في فيلم أندهدون لأن أندهدون ممكن لو كان المنتاج عادي جدا كان الفيلم ما رح يعجبك لأن التقطيعات اللي فيها تطلع فجأة من موقت إلى زمن آخر من لقطة إلى لقطة أخرى هذه فيها مهارة قوية جدا والمنتاج كان قوي جدا في أندهدون ويستحقها أفضل مخرج مخرجة هي ميغا قلزار عن فيلم رازي أنا ميغا قلزار أنا أعتبرها في المرتبة الثالثة كأفضل مخرج أو مخرجة لعام 2018 لفيلم رازي لكن ليست هي الأفضل مخرج أفضل مخرج يستحقها سري رام راقوفان عن فيلم أندهدون سري رام راقوفان تعب بشكل كبير جدا في السيناريو وكانت عنده صعوبة في الكاستنج والكاستنج هذا من من أشياء القوية جدا أنك تختار مثلين يركبون في هذا الفيلم مثل القفاز اللي يركب في إيدك هذا فجاب لك أي شوان كورانا وتبو ورها ديكاب مدن والشرطي والمثلين المساعدين أو المثلين العاديين اللي نشوفهم نحن في أدوار كل واحد لايق عليه حتى يوم تقول هذا المثل اللي كان يمثل في السبعين وفجأة راح جاء مرة ثانية اللي هو عم فارون دهون اللي هو اسمه اسمه أنيل دهون تستغرب يقول كيف جابه هذا في هذا الفيلم ويمثل في هذا الدور فتركيبة الكاستنج كانت قوية فالذلك أنا أشوف سيرانا مراقهون هو المخرج الذي يستحق جائزة أفضل مخرج طبعا هذه هي الجوائز اللي هي أنا تكلمت عنها فيلم في ريوارد أنا بس مختصر مفيد الجائزة شبه منصفة لكنها في نهاية الأمر أنا أعتبرها جائزة يعني صارت عادية بالنسبة لي ما كانت بنفس القيم اللي كنا نحنا متعودين عليها أنا تمنيت أنه يرجع يرجع فيلم فير خاصة بعد فترة تقريبا تأخر هو مفروض كان في شهر واحد تنزل هذه الجواز بس تأخر قلت ممكن أنهم قاعد يحضرون مفاجأة حلوة وهي أنه ممكن يلغون موضوع النقاد يلغون موضوع الحفلات الرقص ما رقص الأمور هذي ممكن يحطون حاجات بسيطة سكتشات حلوة نكت شغلات جميلة يعني شوفها في الأوسكار مثلا قلت ممكن بيون هذه المرحلة الحين بيدخلون في هذه المرحلة عساسا أننا نحن نقول يا سلام دخلنا الحين في مرحلة الجائزة الجميلة اللي هي جائزة فيلم فير لكن للأسف هي مثل ما هي وضلت ودخلوا لموضوع النقاد لكن أنا شوفها في يعني الأسامي اللي أخذت الجواز أسامي تستحقها خاصا أفضل مثل أفضل ممثلة أفضل مثل مساعدة أفضل مثل مساعد هذه أربع جواز يستحقونها بعد عندنا في التصوير بعض الشغلات الفنية نعم يستحقونها صراحة لكن في بعض الجواز يعني الدخيلة خاصا اللي هي جائزة النقاد واجواز اللي ما استحقوها بعض الناص لكن المفارقات بسيطة فقط مثل ما قلتكم جائزة أفضل فيلم للنقاد ما عطوها ندهدون قلت لا يا أخي كان يعطونها مثلا توم بار فهمتوا علي يعني هذه هي اللي سايرة فهذا كل ما لدي عن فيلم فير اوارد وإذا في أي أسئلة سامحون أنا ما قرأت الأسئلة اللي مرت لأنني كنت شوي قاعدت أتكلم وائد البن لو تشوفونا أنا كاتب فيلم فير بعد نكاتب الموضوع الثاني اللي رح نتكلم فيه عن سلمان خان واكشا كمار في يوم العيد فخلنا نشرب هذي بدل كندرائي اللي سألني عن كندرائي اللي يسألني عن كندرائي اللي عندي ماي ما عندي كندرائي نزيل أشوف بس أشياء السريع اللي مرت عليه ممكن في كالثومي تقول بالنسبة لجواز اللي يوم ترضيه وتسويه لا أكثر ولا أقل وغير راضي عن قصة جائزتين من نفس الفئة وهي جواز مستحقة نعم بالفعل نفس الكلام اللي أنا قلت قبل شوية محمد هام يقول مرحبا السلام السؤال راح تستمع على سوريات تصويت الجمهور من الأفضل أرجو الرد من الأفضل إن شاء الله بحاول أسويه اللي يقصدك الصعبة صح؟ أبد الله شريف الحمد لله على سلام الله يسلمك أبو مهدي الشيخ بارك طيب إن شاء الله 14 ريسو شو رأيك في الأفلام فيروس خان وإخراجه فيروس خان مخرج وفنان عظيم الله يرحمه بس نحن متكلم عن موضوع ثاني منالة تقول كانت استحق جائزة أفضل مثلة تبو هذا حسب رأيك يا أخت منال عباس مساء الخير مساء النور ويش فاتني والله ما دري وايد يا عيدة شبيب نور بيكو هل تتوافق أنه ظلموا فيلم أكتوبر وبتاخة ومن مرزيا يعني ظلموا أنا ما عرف إذا هم اختاروهم في الترشيحات إذا اختاروهم في الترشيحات ما نظلموا لكن إذا تقول لي إنه لازم أكتوبر يكون أفضل فيلم أو بتاخة يكون لازم أفضل فيلم ومن مرزيا يكون أفضل فيلم لا هذا نعتبر الظلم ظلم على الأفلام الثاني تكون أفضل من هالأفلام هالفلام حلوة لكن ليست في دائرة ان تكون رقم واحد لم يشاهد كيساري يحيانا بشوفه باشر ان شاء الله اليوم واصل من الهند لازم على سان جي يأجل فيلمه لانك شي عمل معه جميل اوكي بتكلم عن الموضوع هذا العين وانا برضو يشوف سيرام يستاهل هاجر يقول او هاجر تقول عفوا مختار يقول اول مرة احس الجواز منصفه بشكل كبير كذلك مخراج كمار هيران استحق وتمنت النفضل اللي اخذها نعم اوكي في شي بعد فاتني يا جماعة الخير عشان بنتكلم عن موضوع مهم صراحة موضوع شاغل بالي صراحة يقول لك بيكون جواز من منذ 88 الى 89 اصبحت تافهة حتى الفيلم فير السلام عليكم وانكندرائي يسألني يوسف عن الكندرائي رشي كابور مو ششي كابور انا قلت ششي كابور ربو مطر ما قلت رشي كابور شارو خان قال بعظمة لسانه لا اعتقد انه اني استحق جازة فيلم هابين يوير بين يقول هذا الكلام اكشي نظلم بفيلم باتمان استاهل باتمان قصدك لا ما نظلم انا اشوفها ما نظلم يا اخوي خلفان امورة الا الجواز اللي اخذها شارو خان سليم من الممية امورة تقول هالكلام اذا حسبنا جواز شارو خان في جواز اخذها في ظل وجوده على فكرة هو اللي كان يشاري حقوق فيلم فير نحنا كلنا عارفين هذا الكلام في نهاية التسعينات واي جواز اخذها شارو خان كان صراحة عليها علامة استفام خاصة جازة دي الوالد اللي اللي جاي انقي مثل طريقة جيدة لكن الافضل منه كان امر خان عن فيلم رنقيلة واذا قلنا جازة كش كش هوتاها عتغل كش كش هوتاها في ثمانية سعين في ناس مثلين قوية يعني مين مين كان يستحقها فيلم ساتية كان اللي يمثل دور ساتية كان قوي صراحة اداء ذي كل ايام يعتبر يعني ما اعرف انا في شوية لغض في هالموضوع ان احنا نقول شارو خان استحقها في افلام ثانية دلسي استحقها اعتقد دلتو باقل هي اخذها في سبعة سنين كان يستحقها بان بس بعدين كان ادوار مكررة فما اعتقد انها في جواز استحقها على العموم نسكر موضوع الجواز اوكي اوكي الحمدلله الله سلم خليل سيم تبقى تسأل ابغي رايك هل انظلمت راني مكرجي في حفل الفيلم لا ما انظلمت فيلم راني مكرجي راني مكرجي هداها كان جيد بس اذا نحنا نقارن بشكل جيد جدا وبشكل منصف بينها بين اليا وبينها بين تبو انا شف تبو افضل من راني صراحة كان اداء راني ادت دور جيد هذا يعني كل مرة تسويها جيد لكن مش هذا اللي يعطيك تفوق على المثلين الاخرين مش هذا التفوق يعطيك المثلين الاخرين المثلين الاخرين ادوا صراحة احسن منها اليا بهاد ادت بشكل جميل جدا صراحة دورها اللي يسلمك عباس فيلم فير ظلمت اكشو كمار وسلم اخان لا ما ظلمت يا اخي ماندي في اي فيلم بطاقصدك سلم اخان فيلم ريس لا مستحيل ينظلم واكشو كمار بادمان بادمان دورها جيد لكن لا ما نظلم نورا ممكن سؤال شو افضل جائزة نقاد الا جائزة جمهور الجائزتين جائزة نقاد هي الحالها وجائزة جمهور هي الحالها وعلى فكرة هي مو جائزة جمهور هي اصلا هي جائزة رئيسية هي جائزة رئيسية من الفلم فير اللجنة هي نفسها تختار وفي نفس الوقت تاخد شوية اصوات وتعطي الجائزة حقا هي جائزة رئيسية لكن في نهاية الامر هي دخيلة جائزة نقاد مستمتعين بالعودة طيب الريامي مولع البث الله يسلمك يا عباس أجد إفقان فيلم زخم هذا كان في 98 يستحقه صح 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 وأخذه فيلم سكرين نعم صح كلامك مو كوش كوش هوت شكرا يا ريس مدى مصدقيت قصة تاريخين لكيسري 21 سيخي 10,000 فهوان أنا بشوف الفيلم بتكلم عنها إن شاء الله باتر هبا الله يسلم هبا شكرا كيف كان كيسير أنا ما شفته يا روكستار هل دارمندر نظلم في الجوائز 14 يرو يوسف يقول لي هذا الكلام دارمندر تقريبا ترشح أكثر من 4-5 مرات بس ما أخذ الجائزة ممكن في بعض الترشيحات كان في أسماء قوية بس لا ننسى في أدوار قوية صراحة كان يستحق عليها دارمندر وفي تدخلات صارت مثل ما قرر شيكابور أنه وشترى جائزة في تدخلات سير يعني لازم تكون أنت متعاطف مع الإعلام مع الصحفيين ويكون لك سلة جيدة وعلاقات جيدة فتحصل الجائزة ديك الأيام من شكل طبيعي أوكي ما قلت لنا رأيك في كيسر أنا قلت لك من كيسر يباشر بشوف ريس من أكثر مثل نظلم في مسيرته وما أخذ جائز في المفرر في رأيك أنا شوف دهر من درش بشوف دهر من درش تحرك يجب أن تتطيع المفرر في رأيك ولديه